موسيقى فلما ظهر الفرنج كما ذكرناه سنة أربعة عشرة وستمائة قصد هو مرجى الصفر فلما سار الفرنج إلى ديار مصر انتقل هو إلى عالقين فأقام به ومرض وتوفي وحمل إلى دمشق فدفن بالتربة التي له بها وملك دمشق في شعبان سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة من الأفضل ابن أخيه هذه الحروب الداخلية وتلك المهازل في المكر والخداع والغدر التي ذكرناها يقول وملك دمشق أي ملك العادل دمشق في شعبان سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة من الأفضل ابن أخيه وملك مصر في ربيع الآخر من سنة ستة وتسعين وخمسمائة منه أيضا أي ملكها من ابن أخيه يقول ابن الأثير ومن أعجب ما رأيته من منافات الطوالع أنه لم يملك الأفضل مملكة قط إلا وأخذها منه عمه العادل فأول ذلك أن صلاح الدين أقطع ابنه الأفضل حران ورها وميا فارقين سنة ستة وثمانين وخمسمائة بعد وفاة تقييد دين فسار إليها فلما وصل الأفضل إلى حلب أرسل أبوه الملك العادل بعده فرده من حلب وأخذ العادل هذه البلاد منه يعني كانت للأفضل فأخذها العادل بأمر صلاح الدين طبعا هنا ثم ملك الأفضل بعد وفاة أبيه مدينة دمشق فأخذها العادل منه بالمكر والخداع والقتال وسفك الدماء والأساليب التي أشرنا إليها خلال البحث ثم ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز ثم ملك الأفضل مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز فأخذها عمه العادل أيضا منه ثم ملك الأفضل صرخد فأخذها العادل منه يقول وأعجب من هذا أنني رأيت بالبيت المقدس سارية من الرخام ملقات في بيعة صهيون ليس مثلها فقال القس الذي بالبيعة هذه كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها إلى دمشق ثم إن العادل أخذها بعد ذلك من الأفضل طلبها منه فأخذها وهو من أعجب ما يحكى وكان العادل والكلام لابن الأثير يقول وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين أولاده فجعل بمصر الملك الكامل محمد وبدمشق والقدس وتبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى هذه إقطاعات توزع على العائلة المالكة وجعل بعض ديار الجزيرة وميا فارقين وخلاط وأعمالها لابنه الملك الأشرف موسى وأعطى الرهى لولده شهاب الدين غازي وأعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاه فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه أبوه ولا زال الكلام في الموردة السابعة والثلاثين انتهينا من أولا ثانيا ذكر أدة حوادث قال ابن الأثير في هذه السنة في ذي القعدة رحل الملك الكامل ابن العادل عن أرض دمياط لأنه بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك أخيه الفائز عوضه فخافهم ففارق منزلته فانتقل الفرنج إليها وحصروا حين أذ دمياط بروا وبحر وتمكنوا من ذلك وقد تقدم مستقصا سنة أربع عشرة وستمئة موسيقى 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 شكرا